اشتركوا في القناة لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتخه بالذي هو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ادقوا الله وصية الله لعباده هذا هو عنوان الخطبة هل سمعتم أن الله قد وص الأولين والآخرين وصية تسمعون أن هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ووصية من الصالحين ووصية من الأبي لولده ومن الأم لابنتها ووصية من المعلم لتلميذه أما أن هناك وصية من الله فعلينا أن نتمعن في كتاب الله عز وجل الله قد وصى عباده وصى الأولين من لدن آدم والآخرين إلى قيام الساعة بكلمة التقوى بخلق التقوى التقوى ذكرت في القرآن الكريم مئتين وخمسين مرة سبعين مرة منها بتوجيه من الله بامتثال هذا الخلق كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ التقوى أيها الإخوة الكرام التقوى قبل كل عمل والتقوى مع كل عمل والتقوى بعد كل عمل في النهاية إنما يتقبل الله من المتقين ما هي التقوى؟ سأعطيكم بعض التعاريف للتقوى نسمع التقوى والله يأمرنا بالتقوى أول تعريف للتقوى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقلبه ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا أين التقوى؟ التقوى في القلب التقوى إنما هي خشية لما سئل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال للسائل أما سلكت طريقا ذا شوك؟ طريق في شوك؟ قال نعم قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهت تشمير اجتهت أن لا أقع في الشوك وأن لا يمسني الشوك قال فذاك التقوى فذاك التقوى عنوان الخطبة سيكون على تعريف قاله علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما سئل عن التقوى عرفها بأربعة أركان إذا فقد ركن واحد منها فهي ليست بتقوى قال عن التقوى أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل تنزيل يعني القرآن الكريم والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أربعة هذه الأركان الأربعة سوف تكون خطبة اليوم الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إذا كانت هذه الأركان الأربعة موجودة فأنت إنسان متقي وأنت من أهل الفوز بالجنة يوم القيامة أول ركن وهو الخوف من الجليل الخوف من الله وخافون إن كنتم مؤمنين خشية الله في السر والعلم أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة بني البشر هو قدوتنا نحن المؤمنون ماذا قال شعاره وشعار من شعارات النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا هو الركن هاي خمسة وعشرين في المية من التقوى إني أخاف سيدنا يوسف إني أخاف الله رب العالمين هل تخاف من الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أما ملائكة السماء الذين لا يعصون الله ما أمرهم يقول الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم أين خوف الناس من الله عز وجل أين بدل أن نكون مع أهل العلم صرنا مع أهل له بدل أن نكون في جنبات المساجد جثوا على الركب صرنا في الطرقات أولادنا هل يخافون الله عز وجل هل يخاف أحدهم ربه يخاف إن عصاه هل يضبط أحدنا أو أولادنا المنبه ليلبي نداء الله عز وجل فجر كل يوم كل يوم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ضجيج في السماء إذ دحمت السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله في السماء ما في إرني كل مزدحمين ساجدين لله عز وجل والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله هذا هو الخوف الملائكة تخاف الله عز وجل والله أيها الإخوة الكرام لو خفنا من الله ولو خشينا الله عز وجل حق خشيته لما تجاوزنا حدود الله عز وجل لما سرق سارق ولما زنازان ولما دخل أو أدخل في جيبه رشوة من ارتشع بدك تقوى تدعي أنك تقوى التقوى ليست بكثرة صلاء ولا صيام ولا ثناء الناس عليك بالخير والإحسان التقوى أعمال التقوى مدلول يظهر على سلوكك في أعمالك في تجارتك في بيعك وشرائك أرني التقوى وأعطيك العلامة أول علامة هي الخوف من الجليل أيها الإخوة الكرام لو خاف إنسان من أي كائن إنه يحتسب له إنه يتأهب له هل نتأهب هل نخشى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خادمة في حاجة خرج فرآها تله وتلعب ضع وقت الحاجة ولم تقضي للنبي حاجته أمسك السواق قال لولا خشية القصاص أذوى خشي والخوف لأوجعتك بهذا السواق يجب أن يكون هناك ضابط لسلوكك تستطيع أن تفعل ما تفعل أن تقول لجارك لولا أن النبي قد وصى بك ولولا أني أخشى أن يكون ذلك تجاوز لأدب الشرع لفعلت وفعلت لكن هذه حدود تلك حدود الله أول أمر أن نخشى الله عز وجل الأمر الثاني هو العمل بالتنزيل تنزيل القرآن الكريم قرآن دستور أيها الإخوة الكرام دستور الذي يحكم معاملاتنا هو كتاب الله عز وجل لذلك إذا اختصمت أنت وإنسان قل له بيني وبينك كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل العمل بالتنزيل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبالذات عمر بن الخطاب وقافا عند حدود الله وقافا بالضبط عند كتاب الله هل بتجيب له آية؟ بتجيب له الآية تلو الآية؟ بللك هلا أنا اتركني من القرآن الكريم أنا أريد حقي يا أخي هذا ليس بحق أنت تجلس في البيت والبيت ليس لك فيه حق بللك أنا مستأجر قديم بللك لا تبخسوا الناس أشياءهم يا أخي أأتي لك بكتاب الله عز وجل وهذا مثل وما أكثر الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس كن وقافا عند كتاب الله عز وجل إذا سمعت الآية طبقها وكأنها رسالة من الله إليك أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إذا كنت تسمع الآية وتطبقها فأنت متخي وإذا كان القرآن يدخل منها هنا فتشعر بنغمته تشعر بالمقام مقام هذا يقرأ بالبيات وهذا يقرأ بالسيقة ولا يلامس شعورك هذه المعاني هذه الأحكام فالتقوى في واد وأنت في واد تأتي آية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقرأها في الصباح ودأنه ما شاء الله لهون وبعد شوي يأكل الربا ماذا نفعك كتاب الله عز وجل؟ تقرأ آية أن لا تظلم وبعد قليل يظلم أمه ويظلم أخته وربما ظلم أقرب الناس إليه ظلم أباه وظلم أولاده القرآن الكريم العمل بالتنزيل هذا الدستور أيها الإخوة الكرام الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي ضمن الله عز وجل حفظه من فوق سبع سماوات هو القرآن الكريم هذا كلام هذا دستور من عند الله هذا سر سعادة الإنسان كل الكتب حرفت وغيرت وبدلت إلا كتاب الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا مو حتى أنه تضع على الرف ويصيبه الغبار هذا للعمل نقرأ كل يوم منه صفحة نقرأها ونفهمها ونعمل بها لأنها سر السعادة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إنه يقوم لك عوجاجك في الحياة مهما كانت حرفتك أو مهنتك إنك لترقى عندما تطبق قتاب الله عز وجل صار القرآن الكريم للأسف عندما نسمع للقرآن معناته فيه موت لك وطي القرآن هلأ بفكره أنه فيه جنازة عنه القرآن أيها الإخوة الكرام يجب أن نقرأه في صلاتنا وأن نقرأه خارج الصلاة القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عشر آيات عشر آيات لماذا لم ينزل دفعة واحدة حتى يفهموها ويعملوا بها ثم يعلموها أتمنى أن يضع كل واحد منا برنامج صفحة كل يوم مع فهم المعاني ثم تطبيقها حتى نسير في ركاب التقوى الخوف من الجليل قال والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل الرضى أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يرويه عمر بن الخطاب يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا بالحصير قد أثر في جنبه الشريف فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير قال فابتدرت عيناي أي صرت أبكي فقلت فقال لي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب قال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر عم يأثر في الحصير جلس نصف ساعة ساعة وهو يصلي أو يجلس يتعبد الله عز وجل وتعرفون أن الحصير يؤثر في جنب الإنسان هذا حصير 2018 فما بالك بالحصير الذي كان قبل 1500 سنة لا نعرف ما هو الحصير قال هذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسر في الثمار والأنهار عايشين متنعمين قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة قلت بلى يا رسول الله أيها الإخوة الكرام قلوب الناس يغلب عليها الطمع تريد أن تجمع الدنيا كل إنسان بده بده مليون بصير معه مليون بده اتنين بصير عنده اتنين بده خمسة بس يصير خمسة يقول لك عشرة كن عمره ثلاثين بصير خمسين ويريد أن يجمع وشعاره في الدنيا هل من مزيد المزيد لا للإنفاق في سبيل الله ولكن ليجمع وهو حارس قضائي أمين يجمع لا لنفسه إنما يجمع لغيره وسوف يحاسب عن هذا كله أيها الإخوة الكرام سلمان الفارسي مما قرأته عن سلمان أنه عمر عمر أكثر من مئة سنة في رواية مئة أربعين في رواية أكثر وأكثر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلمان منا آل البيت سلمان كان رجل ثري ثري جداً هو من بلاد فارس ترك ثراءه وترك ملك أبيه وصار يبحث حتى وصل إلى المدينة قصته طويلة صار عبداً رقيقاً وبيع وفدا نفسه وسعده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الرجل يعطيه خبرة مئة سنة أو يزيد بإحدى الروايات قيل عاش أكثر من مئة وخمسين والله أعلم خلينا نقول مئة سنة هذا الرجل لما أتاه مرض الموت الذي مات فيه صار يبكي فيقولون له لم تبكي قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب شو زاد الراكب لو أنت راكب خلينا نقول الراكب على دراجة شو بتأخذ معك لتر ماء وشيء من تمر وشيء من طعام يكفيك لمدة ساعة أو ساعتين قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وحول كل هذه الأزواد أتعرفون ماذا كان حوله قال جفنة ومطهرة جفنة ومطهرة شيء مطهرة بالطهر فيها الإنسان يتوضى وجفنة إنما هي قصعة يضع فيها الطعام ما في عنده شيء ما في عنده شيء هلأ الإنسان بيتين وسيارتين وعنده عشرين طعم وثلاثين أميص وعنده ألف أنينة عطر وعنده يعني لو عاش خمسين سنة ربما لا يمد يده إلى الناس وبعده يقول لك ما لي ملح وين الرضا أين الرضا بالقليل الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل صاحب الأذكار والرياض الصالحين الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه قال لما رجع من الشام إلى نوى نوى في ريف درعة قال لم يجدوا متاعا يحملونه عليه سوى العكاز والإبريق ما عنده حتى جمل هذا الرجل الصالح هذا العالم ما بال الناس في هذه الأيام تقول له اجتهد في العبادة اجتهد في الطاعة بيقول لك طول بالك لسه ما لميت سألت أخا متى سوف تترك الإنكباب على الدنيا قال لي بعد الستين وهل تضمن أن تعيش إلى الستين أيها الإخوة الكرام حال الناس سببه فساد القلوب وقلة التقوى أنا لا أقول لك لا تجمع الدنيا لكن ما سر هذا الإنكباب على الدنيا يعني أنت يعني أفهم من الصحابة أفهم من الإمام النووي أفهم من سلمان الفارسي أعندك علم أكثر من أصحاب النبي لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر فيه الحصير خلاص يا أخوانا صار ستين خمسين شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك إلى من؟ عندك مال لو أعط عشرين سنة ربما يكفيك ويكفي أولادك تفرغ لطاعة الله عز وجل فهذه علامة من علامات التقوى قال لي أحد الإخوة الكرام من أسبوعين أما أنا فعكفت على نفسي أسبوعا من الزمان فقررت أن ألملم أعمالي الدنيوية لأن عندي سفر بعيد الله يظنيت أنه سفر يعني بده يروح لبلاد الله الواسعة تلوين السفر قال لي السفر إلى الآخرة قال لي زادي قليل يا أستاذ زادي قليل عكفت أن يكون لي ثلاث مجالس علم في الأسبوع وأحافظ على الصلوات في المساجد وأن ألزم قراءة القرآن لم يبقى من الآخرة إلا ما كتبه الله عز وجل أيها الإخوة الكرام من أمس آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحثافيرها ليش ما عم نجيه على صلاة الصباح لأنه لاحين الدنيا يا عمل آخر الليالي يا سهر لآخر الليالي أنت تقوى حسب الوصية تبع سيدنا علي وشرح الوصية ما في تقوى ما في تقوى إن كباب على الدنيا يعني البعض جاي على صلاة الجمعة رفع عتب يعني يقول له يا الله يعني نحن أجينا على صلاة الجمعة هل هذه التقوى؟ هل هذه تقوى أيها الإخوة الأكارم؟ آخر ركن وهو الاستعداد ليوم الرحيل الاستعداد ليوم الرحيل نحن ما سنحكي عن يوم القيامة ربما يوم القيامة قريب أو بعيد لكن القيامة الكبرى هي قيامة أحدنا عندما يموت نعم يوم تخرج الروح يوم يأتي ملك الموت إليك ولا تعرف ترك الساعة لو افتديت بأن تدفع ما تملك لأن ترجع وتصلي ركعتين لا تستطيع ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا الاستعداد لهذه الساعة سيدنا أبو عمر يقول إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح واخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا متى نستعد؟ استعد من الآن هل يضمن الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا ربط ربطة العنق ولبس ما يسمى بالشاكيت هل تضمن إذا لبست أنت من سينزع لك هذه الربطة؟ ربما مغسل الأموات ربما لا تلحق يمكن هو يجي في كلك الربطة ألا أنت ربطتها كم من إنسان أصبح في الصباح وكان في العصر تحت التراب كم من إنسان أمسى في فراشه الوفير الناعم المدفأ وصلي عليه الظهر في المسجد وبعد ساعة كان في بيت الدود الاستعداد ليوم الرحيل لكن في على قلوبنا غشاوة دنيا ومشاريع وأموال وسفار وتأشيرات وبيع وشراء وتقصيد وتسعة وتسعين سنة وفيه ميتين سنة استعداد ليوم الرحيل بدك أنت تقوى أنت متقي هناك أربع علامات الخوف النبي كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف إن عصيت ربي هل عندك هذا الشعار هل عندما تجلس على وسائل التواصل ويمر عليك مقطع من هنا ونظرة من هنا ومنظر من هنا تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الخوف من الجليل كما تخاف الملائكة يخافون ربهم من فوقه الملائكة لا تعصي وتخاف ولكن بني آدم يعصي ولا يخاف لك روح وكأنه يتمرد على الله عز وجل العمل بالتنزيل خليكن شعارك أريد أن أطبق ما أسمع من كتاب الله عز وجل ثلاثة الرضا بالقليل الصحابة والأنبياء سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة اليوم اللي تولى فيه الخلافة رأوه قد وضع حبلا على ظهره ذهب للسوق سيدنا أبو عبيد أين أنت يا أبا بكر قال إن لأبي بكر عيال يريد أن يعيلهم يروح اشتغيل قال لا لا يجتمع عمل الدنيا وعمل الآخرة لا يجتمع عمل الدنيا وخلافة ففرض له أبو عبيدة وكان يدير بيت مال المسلمين أربعة دراهم لسيدنا أبو بكر أربعة دراهم قائد دولة أربعة دراهم تعفوا شو قال سيدنا أبو بكر لا أشبع الله من لم يشبعه كل يوم أربعة دراهم هكذا كانوا يرضون بالقليل بيأبض مئة ما بيأديه مئتين ليش لأننا نتطلع إلى غيرنا وإذا كنت تتطلع إلى غيرك والله لو أتاك ملك خارون لن تشبع لأن شعارك هل من مزيد وأما الأمر الأخير فهو الاستعداد ليوم الرحيل ما دام جاي يوم الرحيل ما لم يستهل أيها الأخوة الكرام ما لم يستهل لا أن نتخاصم ولا أن نبذل هذا الوقت من أجل عناء نهايته أن نوضع في التراب إذا كانت هذه النتيجة بدك أنت تعرف شو النتيجة نتيجة تحت استعد طوبى لمن استعد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إذا ألوكم تقوى الله اذكروا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما عرفها قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والعمل ليوم الرحيل وتذكروا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن التقوى قال أسلكت طريقا ذا شوك قال نعم قال ماذا فعلت قال عملت واشتهت أي لا أقع قال فذاك التقوى فذاك التقوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى مو جبه ولا لفه ولا دأن ليس الجمال الجمال جمال الأخلاق التقوى بمئزر فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال محاسن ومناقب أو ورث مجدا أقول قولي هذا وأسفر الله